شهدت سيناء خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع القومية الضخمة والتي سهمت في النهوض بالبنية التحتية لجامعات وتطوير المناهج الدراسية وتعزيز البحث العلمي وتوفير فرص تعلمية متميزة لأبناء سيناء تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري وأيضا شهدت سيناء تنفيذ العديد من المشاريع الهامة التي شملت إنشاء جامعات جديدة من الجيل الرابع قد ساهمت هذه الجامعات في توفير فرص تعلمية متميزة لأبناء سيناء ساعدت على رفع مستوى التعليم في المنطقة من خلال إتاحة برامج حديثة ملائمة لسوق العمل كما نفثت الدولة أكثر من 37 مشروعا في مجال التعليم العالي بسيناء بكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر